موسيقى مفيش حاجة في حياتنا سماع صدفة ومفكرين كتير قوي وفلسفة اتكلموا عن المسألة دي ان الصدفة دي كلمة احنا اخترعناها عشان نوصف بيها المواقف اللي فاكرينها حصلت بالحظ ومش لقين لها تفسير بس قدام شوية ونكتشف اننا كنا نستحقها ونستهلها سواء بقى صدفة حلوة او صدفة وحشة وعلى نياتكم ترزقون حسب بقى افعالك اللي انت بتعملها وجيه وقت تجديد الحساب اللي ربنا بيحدده بحكمته كل حاجة بتحصل في حياتنا مكتوبة بحكمه ليه حكمة وبتدابير ربنا تدابير الهية عجيبة محنش عارف يفسرها كاتب مين هيعمل ايه نتيجة اللي انت عملته ده هيحصل فيك ايه وزي ما بنزرع بنحصد يعني مثلا مش صدفة ده بجد لما تكون متضايق وبتشتكي من حاجة الواحد صاحبك ماشي معاك في الشارع فجأة تلاقي محلم اللي انتوا ماشيين جنبهم مشاغل القرآن تلاقي آية معينة تحس انها بترد عليك بتكلمك مخصوص فيها رد ليك رد الهي على انت بتتكلم فيه مش صدفة لما تكون بتتكلم في حاجة معينة فعلا وبتدعي دعوة نفسك فيها وقاعد ومقهور ومحموق قوي انه نفسك انها تتحقق يعني فجأة تلاقي الادام بيقدم فجأة وكأن ربنا بيطمنك بيقولك اني مجيب يعني خلاص هعملها لك بإذنك يا رب علامات بتحصل مش صدفة لما تكون جواك نية انك تعمل خير وفجأة تقابل حد عنده مشكلة حلاها عندك انت بالذات وكأن ربنا بعتك لي والحاجات اللي انت بتفتكر ان هي صدفة في حياتنا لا هي الرسائل اللي ربنا بيبعتها لنا طول الوقت كسواب او عقاب او كتحذير وده اللي حصل في حكايتك يا حاتم غلطت كتير زمان ظلمت بنات ملهاش زنب وانت مستهتر بكسرة قلوبهم عادي فاكر ان الموضوع عادي ها هيخدله يومين ويخلص بس ما جربتش انك تجرب وتشوف هل فحلا الموضوع ده عادي وبيعدي ولا لا وربنا سبحانه وتعالى بيمهل ولا يهمل انا مش عايزة دايقك مش قصدي دايقك مش متحملة عليك ولا بقى اخد صف البنات زنب بيقوله بدافع عن المرأة بدافع عن البنات لا انا هدافع عن اي مظلوم بس بما انك كنت صريح مع نفسك في الرسالة وقلت على كل عيوبك اللي فاتت يبقى لازم تشوف الموضوع كله بحقيقة وتفاصيله من وجهة نظري المتواضع الصغير اللي قد كده بما انك بعتنا في البرنامج ومستاني رأينا شايفة ان اللي حصل ده درس لكل الاطراف درس ليك بعد اللي عملته زمين ودرس الام حبيبتك عشان تفوق شوية لنفسها وتعرف ان افعالها اللي ممكن تكون فاكريها في السر ومش حاسبها كويس ممكن تلف لفتها وترجع لأقرب الناس ليها مش عشان السن ولا عشان الكلام ده لا هترجع لبنتها زي موامتك ما كانتش موافقة والنصحتي ليها والكل أم زيها الحب مش عيب ولا حرام بس لما نحب نفكر صح وانا لا بقول مش مهم سن مش بقول مستوى اجتماعي يبقى مهم بس يبقى صح ممكن نرتبط بعد سنين يعني ضيعناهم على تربية ولادنا وتحارمنا فيهم وانحنا يبقى معانا زوج كويس ومشوفناش حب وأمان بس نفكر اللي يناسبنا ويليق لنا صح؟ واللي أهله موافقين علينا ودرس كمان لحبيبتك يا حاتم داليا اللي صعبان عليها في القصة أو يا أكتر واحدة اللي جايز يكون ربنا شايف ان هي كانت دخلة علاقة ما فاش سعادة وهي تستاهل حاجة أحسن من كده خد الدرس وتوجع وتعلم منه في صمت يا حاتم تعلم بالدرس وقعد فكر في الانتقام من أم حبيبتك يا أهيب خي يعني ليه؟ ياك تبعت لها رسائل قديمة كانت بيناك وبين ماميتها ليه كده؟ ايه؟ وقدم رسولة ماميتها قدامها تخلي قلبها يتكسر وثقتها تروح في ماميتها ليه؟ لأنك لو عملت كده برضو مش هترتبط بيها مش هينوبك غير إنك كمان هتخسر احترامك لنفسك هتخسر رجلتك ده أنت قلت خلاص أنا كنت زمان شاب طايش وواحش لأ أنت لسه كده ولا إيه؟ مالوش لزوم بقى تكابر وتخش في صراعات مالاش لازمة على معركة باين كويس قوي أنت هتخسرها طب هنعمل إيه؟ مش بطلب منك غير إنك تحمد ربنا اطلب منه يسامحك ويوفقك في اللي جاي انساها انساها يا حاتم واتمنالها الخير من كل قلبك اقفل الصفحة وركز في اللي جاي بإيدك إنك تختار زي ما هتزرع هتحصد زي ما قلت سمعت معنا كمان كلام دكتور محمد هيني في الفقرة اللي فاتت سمعت كلامي دلوقتي بلاش مشاكل كفاية يا حاتم أنت وبتتعبش خد بريك قعد في سكينة كفاية سرعات ما لاش لازمة مش الحب اللي بنعمل فيه كده الحب بقى وسرعات وهحاول وهعمل وهنتقم ومش ده الحب اللي ما يعملش منك نسخة أحلى من اللي انت فيها يبقى بلاي هستنى منك رسالة جديدة تطمني فيها عملت إيه؟ هستنى من كل تفرجوا علينا صدقتوا الصدفة ولا لأ؟ سمعتوا قصة حاتم؟ وده ممكن يحصل بجد يعني ده بيحصل لكم حصل لكم قبل كده أنتوا تلاقوا صدفة زي دي يبعتلنا على فيسبوك وتويتر وإنستاجرام وكمان الواتساب قولونا يكمل في حبه ولا ما يكملش؟ شايفين رعيكو إيه؟ قصة إيه؟ ونتقابل في حلقة جديدة وقصة تانية بأبطال تانية في قصة حقيقة إيه؟ باي باي ترجمة نانسي قنقر